موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في برنامجكم ملك وكتابة اينما كنتم اخي جاوزت ظالمون المدى ابراهيم الله اهلا بك رشمانز اهلا بكم عزائي المشاهدين وموعد التجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 769 لها عنوان واحد فقط يلخص كل هذه الاحداث بعدما فاض الكيل وجاوزت ظالمون المدى موسيقى بص يا صاحب اهلا بداية لازم اهنئ الكابتن عصام عبد الفتاح لانه نجع فيما فشلت فيه كورونا تفوق عليه استطاع ان يصدر التعاسة والكآبة والحزن الى كل بيت مصري اكتر من 70 مليون اهلاوي في معظم بيوت مصر على مدى تركمات بقى الان زمان تقول كده تفعل كاي والحلقة دي هتشوفوا مجاهزين ايه عشان تعرفوا لماذا طفح الكيل وجاوز كل هؤلاء اللي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويطلعون لسانة ومكرروا نفس الاخطاء وبتحدي جابت بتتخبى في اتحاد الكرة والاتحادات متعاقبة وبعدين الاخر احمد مجاهد يطلع يوز الاندية عشان تكتب شكاوى ومازال دورهم مش حيسكتوا هم يتعقبوا الاهل لانهم لم يستطيعوا عليه عشان كده وبعد ده ما فاض الكيل وجاوز الظالمون المدى كان من المهم ان يدعو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي مجلس الادارة الى اجتماعا طارع بدأ في السلسة بعد ظهر اليوم الخميس وانتهى بقرارات مهمة نشوفها مع الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي هذه تحية لكم مشاهدين الكرام وجمهور النادي الاهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الاهلي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الاهلي نتلو على حضراتكم قرارات مجلس ادارة النادي الاهلي في اجتماعه المنعقد اليوم بمقر النادي الاهلي بالجزيرة الرابع من اغسطس 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب اولا قرر المجلس المطالبة باقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها ثانيا المطالبة باقاف حكم الفار في مباراة الاهلي الاخيرة لحين التحقيق عما بذر منهم ثالثا عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الاهلي رابعا واخيرا استكمال مباريات الدول العام بالناشئين واللعبين العائدين من الاصابة هذا وسوف يقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بتوضيح كافة الامور خلال الساعات القليلة المقبلة اربع قرارات وفي انتظار كلمة للكابتن الخطيب تعليقا على الاحداث وتفسيرا لها كلها بتتمركز حول هذا المعنى طفح الكيل يعني عملنا معكم كل الوسائل خاطبناكم مناشدناكم واحتجينا وشكونا ولم نطلقى ردود بل لقينا تمادي فج 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 في تكرار الأخطاء ضد الأهل فقط ومساند مصابقة استاذ إبراهيم فقدت مصداقيتها ولذلك لما تيجي تبص لل لل قرار الرابع من هقف معك عن كل قرار هتجيب من الآخر طيب القرار الرابع استكمال مباريات الدوري العام هذا الموسم بالنشئين واللعبين العقديم من الإصابة شايف القرار ذا زي شايفوا بلخص ان المسابقة فقدت مصداقيتها فلا جدوى من إرهاق لعبتنا يعني أنت عمال بتقود المسابقات وبتنافس عشان تحصل على البطولات فبتكتشف أن هناك من يقيد حركتك بفعل فاعل وبيقول لك ما تحاول شي من الآخر كده ما فيش فايدة يعني أنت تخسر فيوتشر لا أولا شوف التوقيت وأنا قلت لك هما ليه كانوا حرصين ما تاخدش ما تكسبش ما تش المقاولين عشان الأخ أحمد مجاهد ينفذ مخططه الخبيث ويفجر قضية جدارة التمثيل لحد 37 سبعة بعدها بيومين الأهل يستعيد المركز أو يعني يقترب من استعادة المركز التاني يتعرقل تاني وكأنه فيه إصرار الله يحصل للأهل حتى على المركز التاني عشان يبتدوا ألعب معناش عارفين وما بيخابوا إيه فانت واضح إنك لاحي سبوك تنافس سعد دوري أستاذ إبراهيم من ساعة ما توقفنا عشان روح كاسي العالم كان الأهل كاسحا كل شيء يأكل الأخضر واليابس والزمالك غير مدرب وجاب مدرب جديد نتائج مزعجة جدا فريق الزمالك في حالة الكل يشكو منها وجماهيره سائرة والأهل نأتي ثالث العالم بالنتيجة بنصف فريق واخد بالك ولكن تكتشف بعد كده أمور يعني عملا تفسر نفسها بداية من حاجات تخصك زي موقف موسيماني الذي لم يدرب بالمعنى الحرفي بعد أن عادة من كأس العالم الآن دي ثم الضغط المستمر عليك تخسر ماتشات زي المصري هاو الماتش تخسر هنقول هنوريكو هنفكركو زي خسر النادي الآن هو القرار مش عشان ماتش مبارح بس ماتش مبارح انت عارف الجواب اللي اتبعت للوزارة من الأستاذ وليد العطار هو اللي كشف كل حاجة ليه كان يستطيع قولك سهو وكنا وكانوا مجاهزين للرد بالطريقة دي ولكن لأ سهوه دا انت بعدت جاب بس شيلت منه فقرة يجبت لك السبعة بالنود روح تشيل ده شيل الفقرة اللي تهم اهم فقرة فيه سهوه ايه فخلاص مقدرش يقول سهوه ولذلك كان تحقيق الوزارة كاشفا حاسما هو ده بس الوزارة ما تمعتش والاتحاد ما صدق طنش طنش عشان يتوالى موجات الظلم ضدك اداريا وتحكيميا وتساقط لاعبوك بشكل يعني سعى اليه المخططون ان لازم لازم في القيادة جديد تيجي اخر السنة ما تليش في 13 لاعب مصاب غير اللي تصابوا مع المنتخب يعني الحقيقة مشهد وانا اعزالول ربا ضرت النفاع الحمد لله لان العالم كله خلاص اكتشف ورأ وضحك وضحك واندهش واشمأزة مما يحدث للنادي الالي في مصر بخيبة والله خيبة والله اللي عمل الخط ده ماه عارف يسمو جريمته حتى احنا هنجيله زي مصاماته على الخط اللي عمله هعمل الخط على الكتف اللي ناحية خط 18 مش الكتف اللي ناحية الجول هنجيله تفاكر الناس هسجل للدرجة دي ولذلك اكتشفه كل الخبراء اشتركوا في القناة